السلام عليكم ازايكم عاملين ايه يا ربي تكونوا بخير يا ربي يكون يومكم حلو تكونوا مبسوطين وانتو بتتفرجوا على الفيديو النهاردة الفيديو كده عبارة عن رز باللبن انا عملته قبل كده معاكم في فيديو قبل كده كان بطريقة سهلة وبسيطة قوي ومكونات بسيطة جدا النهاردة كده هزود شوية اضافات وهقول لكم على شوية تريكات كده تانية في الرز باللبن للناس بقى اللي بتحبوا اللي حابين يعملوه بقى بطريقة مختلفة شوية طالع طحفة جدا يا جماعة وهقول لكم على كل التركات اللي فيه قبل ما ابدأ كده في الفيديو لو اول مرة تشوفوني انا ابرر صارت ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس علشان يوصلكوا كل جديد ولو اعجبكم الفيديو ده ما تنسوش تعملوا اللايك يلا بينا نشوف بقى الرز باللبن عملناه ازاي وايه هي التركات اللي عملناه فيه وممكن نزينه بايه وكل الحاجات اللي فيه يلا بينا كل اللي هحتاجه بقى عندي في الرز بلبن بتاعي النهاردة اول حاجة وهي الرز عندي حوالي كوباية الا ربع من الرز البلدي المصري لسه مغسلتوش وهقول لك هنغسله امتى ولا هخمره ولا اي حاجة خالص بعد كده هستخدم عليه خمس كوبايات من الحليب وبعدين محتاجة كوبايتين ونص من المية عندي كوباية كبيرة من السكر ونقدر برضو نتحكم في السكر على قد ما احنا بنحبه يعني نقدر نحط قد ايه وبعدين عندي ثلاث معالق كبار من النشا هحتاج لهم يعني حوالي نص كوباية من الحليب علشان ادوب فيها النشا انا النهاردة استخدمت بقى الفانيليا معلقة صغيرة ورشة من الملح لو انتو حابين استخدموا ماء ورد او اي مناكهات اخرى دي حاجة ترجعلكو بقى في الرز باللبن الثلاث مكونات دول يا جماعة بقى من اكتر الحاجات اللي بتخلي الرز باللبن كده يعني طعمه كريمي كده واحسن كمان ما بنجيبه من المحلات وهو الكريم شانتي والاشطا وكمان معاهم نص كوباية من الحليب ده واحنا عندنا كريمة كريمة الحلويات ممكن نستبدل عن الثلاث مكونات دول كوباية من الكريمة ما عندناش يبقى نحط باكو من كريم شانتي مع نص كوباية من الاشطا ونص كوباية من الحليب اول حاجة هعملها بقى هجيب حلة كده وهحطها على النار وهاخسل الرز وحطه على طول في الحلة انا غسلته على طول وحطيته ما نقعتوش ولا غسلته قبل كده ولا صفيته غسلته حطيته على الحلة على طول وحطيت عليه كوبايتين ونص من المية وهسيبه لحد لما يستوي كويس في المية والمية تنشف خالص على الرز عباية المرز يخلص معايا هجهز بقى الخطوات اللي عندي اول خطوة محتاجاها الاشطا والكريم شانتي اعملهم على بعض اولا كده هحط الكريم شانتي دباكو يا جماعة حوالي 3 معالق سوري 3 معالق كبار من الكريم شانتي هحط عليهم نص كوباية من الحليب وهدوب الكريمة كويس في الحليب انا مش هضربها يعني مش هخللها قوام تقيل انا يدوب بس بدوبها في بعضها وهنزل عليها بالاشطا لو عندكو اشطا بلدي عندكو حابين تجيبوا الاشطا اللي في السوبر ماركت اللي جاهزة زي ما تحبوا واللي متاح ومتوافر عندكو بعد ما بحط الاشطا بقلب الكلام ده كله في بعض الحاد لما يبدأ بس كده قوامه يتدخل ويتقل كده مع بعض انا يدوب بس قلبت وتقلبتين كده بدأ يتقل زي ما انتو شايفينه كده وخلاص الخطوة دي جاهزة عندي ان انا احطها على الرز باللبن بتاعي تاني حاجة هجهزها وهي النشا 3 معالق كبار هرامية من النشا على نص كوباية من الحليب دي محتاج ان انا ادوبها كويس قوي قبل ما احطها على الرز بتاعي انا بجاهز بقى كل الحاجات عبالما الرز بتاعي يستوي ويتبخر منه المي وزي ما انتو شايفين المي انشفت خالص على الرز الرز مستوي عندي مش متعجن خالص هو يعني الحباية كده جنب اختها متعجنش ولا اي حاجة خالص وده اللي انا عايزاه يدوب بس طلع منه النشا بتاعه وكمان نشف من الميا اللي عليه بحط عليه بقى الحليب وهي حط كمية السكر المناسبة يعني احنا بقى وإحنا بنقلبه كده ندوقه ونشوف السكر المناسب معانا ايه وبعدين هحط الحليب على النشا طبعا يا جماعة انا بالمناسبة انا طفيت النار طفيت النار على الرز قبل ما احط كل الكلام ده يعني دلوقتي النار مطفية وانا نزلت بالحليب وبعدين النشا وبعد كده نزلت بالقشطة على الكريم شانتي والحليب وهقلب بقى الكلام ده كله تقليبة كده وبعدين هحط الفانيليا ورشة الملح وهشغل النار عليها كده انا بعد ما قلبتها ودابت كلها في بعض بدات ان انا شغل النار على نار متوسطة مش نار عالية خالص هتقعد معنا حوالي ربع ساعة لحد لما تتقل معي والرز كده يدوب اكتر ويستوي لما بنعرف ان هي استويت ان هي قوامها بيتقل بالشكل اللي انتو شايفينه ده قوام تقل خالص معي وكمان الرز زاية كده مستوي كويس بس مش متعجنة موجودة كده صحيحة يعني في الرز باللبن وده الرز باللبن الاصلي يعني اللي يطعمه كده زي ما بنجيبه من محلات لو انتو حابين الرز يبقى دايب قوي او بايش في الحليب بنزود كمية الماء الاولى وبنسيب الرز يدوب اكتر في الماء بعد ما خلص معي خلاص الرز باللبن هبدأ ان انا اغرفه اول فكرة عندي ان انا هحطه في طواجن علشان ادخلها في الفرن وديها وش كده تحميره تحميره يعني تحت الشوايا بجيب الطواجن بتاعتي وبحط فيها الرز باللبن زي ما انتو شايفين اهو حطيه طهور الرز باللبن وهسيبه بس يهدى شوية ويبدأ يعمل اشر كده او طبقة من فوق علشان يتحمر معايا بسهولة ممكن برضو نغرفه في طوباء صغيرة زي كده ونزينه بقى بشوية جزد الهند او زبيب او اي مكسرات عندنا متاحة اه دي برضو فكرة تانية وهي دي الشائعة او المنتشرة يعني وبرضو هسيبها تهدى اول قبل ما حط عليها اي حاجة ممكن برضو نحطه في كسات زي كده وبعدين نزينها من فوق بقى باي صوص عندنا اه موجود يعني اول حاجة هعملها في الطواجن بعد ما تأكد ان هي بردت شوية وعملت اشر من الوش كده زي ما انتو شايفين هحطها في صنية وحط عليها مية وبعدين هدخلها تحت الشوية تاخد تحميرة كده من الوش وتاخد لون حلو قوي وهوريه لكم بعد ما تطلع وقادي الطواجن بعد ما طلعت اه خدت بس تحميرة كده من الشوية لونها تحفى وعملت اشرة كده كريس بشوية من فوق وطعمها يجنن يعني يا جماعة طعمها حلو قوي من الحاجات المميزة قوي في الرز باللبن اللي هي في الطواجن دي شكلها حلو قوي ودي الطباق السغنانة دي هزينها بشوية جزد الهند وزبيب وده الشكل التقليدي بتاع الرز باللبن اللي كل الناس متعارفة عليه وكل الناس بتعمله وبيبقى حلو برضو وطعمه حلو قوي حلو كده في الصيف برضو لما نطلع كده طبها الرز باللبن سائع كده من التلاجة حلو جدا وشكله كمان لطيف شوية تالت تزين عندي وهو في الكسات انا مليت الكاس وسبت شوية صغيرين كده من فوق انا هحط شوية من صوص الكرامل عندي صوص كرامل دك الموجودة عندي اصلا لو انتو بقى عندوكو نوتالا عندوكو اي صوصات تانية ممكن نحطها وده شكل الرز باللبن اللي عملته العادي اللي بالمكسرات العادي واللي تحت الشوية اللي تحمر واللي بالصوصات زي ما تحبه طبعا الرز باللبن ما ينفعش نحطه كده مكشوف في التلاجة لازم نغطيه فبالستريتش ده بنبدأ نغلف كل طاجن او كل طبق ونحطه في التلاجة وده شكله بعد ما خلص خالص معايا بدأ يهدى شوية هو كده في المرحلة دي دافي شوية يعني ما حططوش في التلاجة طبعا لما بنحطه في التلاجة بيبقى احسن اه وطعمه احسن يعني بس انا كنت مستعجلة بقى وعايزة خلص الفيديو فصورت كل غورة بعضه مرة كانتوش شوية في التلاجة لما بنسيبه شوية في التلاجة بيعمل طبقة كده من فوق وبيبقى تحفة جدا وده شكله اهو من جوه حبيت بقى ورهو لكم بصوا جماعة عامل ازاي كريمي اوي وبجد الكريم شانتي والاشطة فرقين فيه جدا وكمان المتحمر ده طعمه تحفة خرافة يعني وشكله حلو اوي كمان يتقدم كده شكله حلو وطعمه بجد حلو اوي لازم تجربوه وده اللي بصوص الكرامل وبس كده ده كان الفيديو بتاعي النهاردة اه اتمنى ان يكونوا عجبكم واستفادتم منه لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا اللايك ولو اول مرة تشوفوني ما تنسوش تشتركوا في القناة واتفعلوا زر الجرس علشان يوصلكوا كل جديد اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة